المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تواصل طرح التعديلات المقترحة على القانون على مختلف المحافظات لإبداء الرأي والتشاور اللقاء اليوم كان في العقبة حيث أكد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رهاح لأن جميع التعديلات المقترحة ضمن محور الحماية الاجتماعية إيجابية وتصف في توسيع المنافع للمشتركين والمتقاعدين وحول الغاية من ربط روابط التقاعد المبكر بالتضخم أكد أن الهدف دعم الرواتب التقاعدية وخصوصا أصحاب الرواتب القليلة والمتوسطة فيما شار إلى أن النظام التأمين الصحي الجديد المتوقع تطبيقه خلال ربع الأول من العام القادم سيسهم في إقبال العاملين على العمل في القطاع الخاص التعديلات المتعلقة في التقاعد المبكر لن تمس أي مؤمن عليه لديه 120 اشتراكا في الضمان الاجتماعي فأكثر هذه التعديلات تستهدف المؤمن عليهم الذين تقلوا اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي عن 120 اشتراكا التعديلات واضحة وشفافة ومؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة ريادية تستهدف المجتمع كاملة حتى تكون في إنا استمرارية واستدامة مالية وتحفيز لجميع الأجيال